الصعيد الآخر هو الصعيد الاقتصادي وهو الحاضر في كل قائد سيد الرئيس تم توقيع برتوكول تعاون اقتصادي بقيمة 129 مليون يورو والعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية سواء على مستوى الاستراد وتصدير أو التجارة البينية مرتبطة ارتباط وثيق بما نقوله من مدكرات تفاهم يعني الجامعة وانشاء الجامعة والأجهزة والمعدات والعملية الصناعية وألمانيا بتريد أن توطن الصناعات الهندسية في مصر فبالتالي هناك تعاون صناعي تعاون تجاري هناك تعاون في الاستراد تعاون في التصدير وأيضا السياحة الألمانية شهدت تطور مهم جدا خلال السنة الماضية وصلت تقريبا إلى ما يصل إلى مليون ونص سائح ألماني إلى مصر خلال هذه الفترة إذن حجم التجارة وعدد السائحين في تزايد مستمر وهذا بيؤكد أنه في تنامي للعلاقات بين البلدين هناك أيضا شركة سيمينس وتجربة سيمينس الذي قال رئيس سيمينس بشكل واضح أمام الحضور بأنه ما يجري في مصر من إصلاح اقتصادي بيؤدي في النهاية إلى الثقة في ما تقوم به الدولة قال بأنه فخور جدا جدا بالعمل في مصر قال أيضا بأنه فخور للغاية بما يتم إصلاحه ويتم إنجازه في أرض مصر وقال بأن تجربة مصر في إنشاء المحطات الكهربائية أو باقي المحطات التي تنتج الكهرباء النظيفة الصديقة للبيئة من ناحية والوافرة الذي حدث فيه الطاقة بيمثل حكاية بيمثل قصة نجاح بيقول رئيس سيمينس أنه بيسوقها للعالم وبيتبهى بها أمام العالم وبيقول أن ما جرى في مصر من إنشاء أو إنشاءات أو إنجازات في وقت قصير بيمثل نموذج غير مسبوق هو بيتكلم بيقول أنه في العالم لم يحدث في العالم لم يحدث أن حدث أو لم يحدث أن تم إنجاز مثل هذه المشروعات وهذا الكامل من المشروعات بدخامته في هذا الوقت القياسي الوقت القياسي اللي مصر بتنشئ فيه المشروعات سواء على مستوى البنية الأسية أو باقي المشروعات الأخرى يعني قناة سويس عندما تنشأ في عام واحد فهذا كان بيمثل قصة لا تصدق